السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابة والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد حلقة جديدة في برنامج إعرف نبيك مع كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع الحجة أبي محمد عبد الله بن أبي جمرى الأزدي الأندلسي المالكي المتوفى سنة تسعة وتسعين وستمائة من الهجرة النبوية الشريفة والمدفون بسفح المقطم بالقاهرة المحروصة نفعنا الله بعلومه وعلوم مشيخه وتلامذته في الدارين آمين حديث الحادي والأربعين حديث مهم وطويل ويحتاج إلى فهم وتفاصيل أخرى متعلقة بالحديث ولذلك سوف نمكس مع هذا الحديث عدة حلقات متتالية الحديث الحاديث الأربعين حديث سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه الحديث مروي بإسنادنا المتصل عن مشيخنا إلى الإمام البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحاب في الله اجتمى عليه وتفرق عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عينا دول سبعة بيّنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقال أنهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني إيه يظلهم الله وما هو الظل وإيه هو اليوم الذي لا ظل إلا ظله وما هي النسبة بين الظل ونسبته إلى الله فهل الله جسم لأن الظل يكون بسبب الأجسام مش كده بردو فعنفهم بقى إيه البداية كده قبل ما نخش في التفاصيل معلوم أن يوم القيامة أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس تقترب وأن الأرض تكون مسطحة لا عوج ولا أمت لا عوجا فيها ولا أمت يعني لا عوج ما فيهاش عوجياج ولا فيها ارتفاعات ومعروف أن الارتفاعات بيبقى لها ظل الواحد يجي في حضن جبل يبقى وقف في ظله لكن أما تبقى أرض المحشر كالخبزة زي ما بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن بيقول لا عوجة فيها ولا أمت لا فيها انحناءات ولا فيها ارتفاعات والشمس تقترب من الناس واخد بالك وتشتد الموقف يبقى الناس أشد الحاجة إلى ظل ربنا سبحانه وتعالى بقى يختص مجموعة من أهل الموقف يتصفوا بصفات معينة اتصفوها في الدنيا حصلوها في الدنيا يقوم يخبيهم في ظل عرشه عرش الرحمن يبقى ظله هنا يعود على ظل عرش الرحمن وعرش الرحمن جسم وهو سقف الجنة وقال ظله هنا يعني الظل الذي خلقه الله من عرشه فهمت؟ لكن لا يتصور ظل للذات الإلهية حاشا أن تكون للذات الإلهية ظل لأن الظل ايه من خصائص الأجسام والأجسام المعتمة والله يستحيل أن يكون جسما وأن يكون معتما ومن أسمائه النور فهمت؟ وبالتالي لازم نفهم المقدر المحزوف يعني كان بعض مشيخنا من الأزهرية القدامة الله يرحمه وكان يقول لنا ايه وإحنا كنا الشباب يقول للعلم يا ابني أنك تعرف حود الضمير والمقدر المحزوف لو أريت كده وعرفت إيه هو المقدر المحزوف المراد وعرفت الضمائر تعود على إيه؟ لأن أحيانا يجيلك دمائر وراء بعدها مش عارف دا يروح فين ودا يروح فين عايزة علم ومش عارف المقدر المحزوف تفهم غلط فشفت هنا بقى سابعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني ربنا هيخلق ظل واحد بس في اليوم ده إحنا في الدنيا الظلال أسبابة كتيرة الأشجار والمباني والجبال والتلال والغيوم والسحاب يعني أسباب الظلال كتيرة قوي مش كده برضو؟ لكن يوم القيامة ما فيش إلا ظل واحد هو ظل عرش الرحمن تهيمت بقى؟ يوم لا ظل إلا ظل يعني يوم القيامة لا ظل فيه إلا ظل عرش الرحمن وجعلها ظله هنا نسبة شريفية أي ظل مشرف متعلق بعرش الرحمن وهو أكبر حجم عالم خلقه الله هو ظل العرش فهو عالم مخلوق من حيث عزم الحجم فهو أعظم العوالم حجما لدرجة أن الرسول ستسمعه لإيه؟ يقول إن مش إحنا بنقول وسع كرسي والسموات والأرض يبقى الكرسي ده برضو من خلق الله في عالم اسمه عالم الكرسي وفي عالم العرش مش كده برضو وفي عالم السماوات وفي عالم الأرض وفي الأرض عالم البحار وعالم النبات وعالم الحياة وعالم لا حصرة لها كويس؟ لما ييجي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن العرش الكرسي اللي هو واسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش كحلقة في فلام زي خاتم كده رميته في صحراء جزيرة العرب دي ايه الخاتم الدبلة المرمية في صحراء الحجم ولا حاجة يعني شوف الكرسي اللي هو واسع السموات والأرض بالنسبة للعرش من حيث الحجم كحلقة في فلان طب والسموات والأرض الواسعة دي اللي هو لا يعلم مدهة إلا الله يعني عالم المجرات وعالم السموات وعالم النجوم والعالم دي عوالم يعني يعني ربنا بيقول إيه وإن لموسعون يعني دائمة الوسع بالرقم من كده العوالم دي كلها بالنسبة للكرسي كحلقة في فلان فهم بيبقى إيه بقى إحنا إيهنا يعني كأن ظل الله سبحانه وتعالى لو ظل عرش الله يوم القيامة ده ظل كبير قوي هيسع عدد مليارات فهم لأن ده ظل العرش والعرش ده عبارة عن إيه سقف الجنة العرش كمان سقف الجنة فهمت فيبقى عرفنا من المقدمة هنا ما هو الظل اللي هو الذي يكنك عن الشمس والحرارة والأزى فهمت هذه الظل وإن يوم القيامة لا يوجد إلا ظل واحد وهذا الظل هو ظل العرش والعرش هو أكبر العوالم وأرض المحشر لا عوجة فيها ولا أمت يعني ما فيهاش إيه مكان يختبئ فيها إنسان وإني كالخبزة كما بيّنها صلى الله عليه وسلم ونكمل إن شاء الله في الفاصل القادم حول هذا الحديث المبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته عدنا مرة أخرى مع حديث المظللين بعرش الرحمن يوم القيامة نسأل الله أن يجعلنا منهم مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حول حوضه الشريط يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا يعني سبعة أنواع مش أفراد لأن تحت كل فرد ملايين فهمت من البشر يبقى سبع أنواع من أفراد البشر الكثيرين ففي كل نوع تجد فيه ملايين التوفرت في هذه الشروط فهمت بقى سبعة يظلهم الله وسبعة مدلول السبعة اللي هو سبعة فعلا يعني تعدوا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ما لهمش تمانية ما لهمش تسعة ولا سبعة دي يعني كأن النبي بيقول لنا خد السبعة دول دلوقتي وحقول لك على غيرهم بعدين لما نجمع الأحاديث كلها كأن النبي بيقول لنا خد السبعة دول وانا حقول لك على غيرهم بعدين فلما جمع العلماء كل من وردت في الأحاديث المختلفة سواء كانت ضعيفة الإسناد أو حسنة الإسناد أو صحيحة الإسناد وجمعوا كله وجدوها أن هي أكثر من ثمانين خاصلة يعني من ثمانين نوع لو عملت حاجة منها من ثمانين دي تبقى إيه في ظل عرش الرحمن احنا هنشرح السبعة وبعدين بعد ما نخلص الحديث نقول لكم بقيتهم إن شاء الله اختصارا يبقى سبعة يبقى لا مفهومة للعدد فهمت؟ يعني دا معناه السبعة في لغة العرب معناه كتير يعني عندهم سبعة سبعين سبعمية سبعة تلاف سبعين ألف سبعة مليون تملي سبعة دي معناه كتير قوي تهمت بقى؟ يكملت العدد يعني العدد يكمل بالسبعة اللي بعد السبعة تقول وثمانية وتسعة وعشرة لكن لحد سبعة ما بتقولش حرف العطف لأنه بيزيد 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 حين يوصل للسبعة وصل للكمال بعد كده تعطف تقول وثمانية وغضا سبعة وثمانهم ايه؟ كالبوهم لكن ايه قالوا خمسة ايه؟ سادسهم كلموا قالش هو سادسهم قد تبالك في القرآن عشان تعرف بس ايه لغة العرب فالنبي عربي بيكلم عرب يلوم سبعة الصحابة متوقفش عند العدد يفهموا انه كتير ان فيه انواع كتيرة مش مفهوم العدد عندهم ايه؟ مش مفهوم عدد حسابي لا ده عدد تكثيري بيكتر لأن ربنا رح بتوسع فالنبي قال لنا هنا سبعة بالفعل من حيث الحساب في الرواية دي تيسيرا على الامة لأنه لو قال لهم التمانين مرة واحدة يصعب حفظهم والنبي خير معلم يوم ييجي في مجلس يقول لهم سبعة معدودين يحفظوهم بعد كده يجي في حديث تاني يقول لهم تلات اربع خصال تانين توجي بالظلال يحفظوهم مع السبعة بقوم عشر ويجي في حديث في مجلس الرابع يجيب لهم مثلا اربع ايه خصال اخرى توجي بالظلال يحفظو الاربعة مع ايه العشر اللي قبل كده يبقى بقوم عشر وهكذا يديهم جرعة وراء جرعة وراء جرعة فيزدد علموم تدريجيا ويسهل عليهم ايه حفظ المعلومة واسترجاعها وتبلغها للاجيال اللي من بعد فشفت بقى تعليم النبي جميل ازاي صلى الله عليه وسلم فبيقول ايه بدأهم بالايه الامام العادل يعني من حيث المراتب الدنيوية لشك ان الخليفة العام اللي بيحكم ايه الناس هو دا اعلى رتبة فبدأ باعلى رد الامام العادل ممكن الامام العادل الامام العادل اللي هو الخليفة العام وممكن كمان اللي بيوليهم الامام العادل خلفاء له في بقاع مختلفة وفي وظائف مختلفة يعني يولي منهم وزراء يولي منهم ولاة أمور يولي منهم أئمة للمساجد يولي منهم ناس تشرف على الأسواق يولي منهم ناس تشرف على الصحة وناس على التعليم كل واحد في مجاله إمام كويس درجة أن الإنسان في بيته إمام على إيها لبيت فيبقى الإمام عادل دي تشمل الكل طبعا أعلى حاجة هو اللي بيحكم المسلمين كلهم قاطبة ثم كل إنسان في مرتبة ودائرة هو إمام أيضا حتى إنه لو كان ملوش زوجة ولا أولاد فهو إمام على إيه على أعضائه وعلى جسمه وعلى زرات جسمه فعليه أن يعدل حتى في جسمه ونهانا أننا نعد نصتك في الضل ونصتك في الشمس هكذا ما عدلتش من جوارحك شوف قد إيه إلى هذه الدرجة يعني الإنسان إمام إمام حتى لو عايش لوحده إن لم يكن إمام على غيره فهو إمام على جوارحي وعلى نفسي وعلى روحي وعلى قلبه وعلى أوامر ربه الذي أمره بها فعليه أن يؤديها يبقى الإمام العادل هو الذي يؤدي الحقوق يبقى طالما أنت في إمامتك تؤدي الحقوق تبقى حصلت إيه خصلة من خصال المجبل الظليال يوم القيام فأبشر خير تهمت؟ طالما ربنا ولاك في أمر وصرت إمام فيه إن شاء الله إمام في مسجد بتصلي بالناس إن شاء الله رئيس مصلحة حكومية إذا كنت مدير مدرسة إذا كنت عميد في جامعة إذا كنت طبيب في مستشفى فأنت متولي شأن مرضى بتشرف عليهم يبقى كل واحد في مجالي وفي دائرتي هو إمام فعليك أن تعدل يعني أعدل يعني أأدي الحقوق ولو أخرها وأنصح ولا أكتب النصيح عن أحد يبقى لو أنا بعمل كده يبقى أنا إيه لي حظ في هذا الظل يوم القيام يبقى دا الإمام العادل تاني واحد وشاب نشأ في عبادة ربه عز وجل ليه ابتدى شاب؟ لأن الشاب تملي في صغره قليل النضج في الحياة مقبل على ملزات الدنيا وعنده كمان شهوة قوية وعنده قلة خبرة والموت مش في باله قوي لأنه صحته وعفيته ما عندهش أمراض فيبقى إيه يحضر كل الموت الموتة ويقولك الموت قريب لكل الناس اللي أنا يبقى ناسي إنه هو إيه ممكن يموت الشباب كده زهوت الشباب بتخليه ناسي فلما يبقى في وسط زهوت الشباب كده وذاكر ربه وفي عبادة مولاه يبقى شاب بلا صبوة يسموه شاب بلا صبوة يقولك في حديث يعجب الله لشاب بلا صبوة يعني بلا إيه بلا يعني نزوة من النزوات الشباب يقولك لهم نزوات مرة وقع كده في معصية معلش يتوب توب إلا الله معلش انت شاب يا ابني توب إلا الله ما تعملش كده تاني وما تمشيش مع الناس دي اللي شجعتك يبقى نزوات شوف يعجب الله يعني يعجب الله يعني ربنا يحب ويسيب ويرفع قدر شاب بلا صبوة يعني بلا نزوة ربنا حفظه كده من شبابه كده ما هو ده بقى اللي نشأ بأزيز سورة يبقى ده حصلة خصلة مهمة جداً من الخصال المجبة للظلال يوم القيامة شاب نشأ في عبارة له يعني منذ صغره وهو يعبد مولاه وهو يراقب مولاه بعيد عن معصية مولاه لا يغفل عن ايه عن مولاه لحظة اه دي حاجة بقى عظيمة ودي الأنبياء كلهم كانوا كده في شبابهم يعني كأنه على نهج الأنبياء وهو مش نبي لما يبقى على نهج الأنبياء وهو مش نبي يبقى ايه في كمال التوفيق فيستحق بقى الجائزة فهمت ودى النوع الثاني ونقف عند هذا الحد في هذا الحديث في هذه الحلقة ونكمل ان شاء الله في الحلقات القادمة بقية الأنواع والفاصل القادم مع أسئلة المتابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدنا مع فقرة أسئلة المتابعين في هذه الحلقة ورد إلينا سؤال يقول كيف أتغلب على هم الرزق وخوف الخلق بالثقة في الله والتوكل على الله والرضى بقسمة الله وعدم استعجال ما أراد الله تأخيره وعدم استأخار ما أراد الله تعجيله إذا آمنت بالله وعلمت أنه قدر لك رزق فإياك أن تهتم بما قدر الله لك وضمنه لك فالرزق في ضمان الله فكيف تهتم بشيء في ضمان الله وأنت إذا عطيت شيء غالي لإنسان تستأمنه ويكون في ضمانه تكون آمن عليه من الضيعة فكيف لا تستأمن الله كما تستأمن أهل الأمان من الخلق فالله سبحانه وتعالى الرزق بيده ضمناه لك ضمناه لك وطلب أن تعبده فكيف تنشغل بما ضمن لك عما طلب منك ده دليل على انتمص البصيرة فيك وانتمص البصيرة معناه نور الإيمان يبقى عشان أخرج من هم الرزق ده لازم ينور الإيمان في قلبي ينور الإيمان في قلبي يعني يعني أعلم أن ما في يد الله أوثق عندي مما في يدي يعني حتى لو ما عنديش رصيد في البنوك ولا معي في زكرت ولا عندي عقارات ولا أملاك ولا شيء لأن اللي عنده الحاجات دي كلها آمن الرزق ليه لأنه شايفها قدامه لكن الفقير رصيده عند مولاه فالمفروض أنك أنت لما يبقى رصيدك عند مولاه يكون أضمن من اللي رصيده عقارات وفيزا كارد وشوية أموال في البنوك لأن في لحظة مع تغير اقتصادي ممكن صاحب المليون يبقى المليون بقى ألف وكلنا جربنا وعارفين ملهاش قيمة لكن اللي عنده الله لا يضيعه أضمن وعشان كده رزق الفقير اللي عند الله مضمون مضمون وهو لا يراه أضمن من رزق الغني اللي هو قدامه وبيرعاه لأن الرزق اللي في ضمان الله في رعاية الله والرزق اللي في أمامك اللي مدهولك عند الأغنياء في ضمانك أنت أنت اللي بترعاه وانت اللي بتثمر وبالتالي لما تفهم المفاهيم دي يبقى ما كان في يد الله عندك يكون أوثق مما في يد غيرك أو حتى يدك ما عندكم ينفد وما عند الله يباق مش أهيل لك كده يبقى أنت هم الرزق يزول عنك بأنك أنت تعرف أن الذي ضمن لك رزقك هو الذي خلقك وأن رزقك سوف يأتيك وأنه مكتوب وأنه في بطن أمك وأن الرزق يطلبك كما أن الأجل يطلبك تصدق بقى دي وبعدين أنظر لدواب الأرض اللي هم لا يستطيعوا حيلة يعني دواب الأرض دي كلهم عندهم فيزا كارت ولا عندهم مصانع ولا عندهم عقارات ولا عندهم حتى أرض بيزرعوها عشان ياخد محصولها ولا بيرحوا يصطادوا بسنارة كل دواب الأرض دي بالنسبة للإنسان أعدادها أضخم منه كتير طب في دبة من دواب الأرض بتجوع يبليعينك على إنك أنت تزيل هم الرزق إن دواب الأرض ما عندهمش حيلة وغير مكرمين زيك وربنا مشبعهم يبقى أنت يا بني آدم يا مكرم اللي ربنا أسجد الملائكة لأبيك وأنت في صلبه يعني أنت من ضمن ممن سجدت لهم الملائكة وأنت في صلب أبيك فإزاي تبقى أنت مكرم وربنا يضيعك وإنت شايف دواب الأرض الغير مكرمة ربنا مش مضيعها أنت دواب الأرض بتسحى الصبح كلهم جعانين صح؟ بتشوف دابة هي خارجة عاملة سندوتش معها واخدها شنطة واخد حتى حبلة عشان يستطبي دا كله ماشي كده زي ما ربنا خلقه ويرجع شبعين صح ولا لا؟ سبحان الله حاجة غريبة وإنت يا ابن آدم اللي ربنا دا لك عقل وحيلة وسخر لك كل الحاجات دي كلها شاكك في رزقك وحامل هم رزقك المشكلة عارف احنا بنحمل هم الرزق ديه؟ لأننا بنطالب رزق غد اليوم من الله لا شوف بقى كما لم يطلب منك عبادة الغد لا تطلب منه رزق الغد اتقدم مع الله ما تقولش طب السنة الجاية هعمل ايه؟ هرب العيال ازاي الدنيا في غلى السنة انت هتعيش لو عشت ساعتها في اللي هرز فلا تطالب الله بشيء في المستقبل لم يحدث بعد شوف ربنا طالب منك ايه دلوقتي اعمله ونشغل بما طلبه الله منك ولا تنشغل بالمستقبل لأنه قد اللي كفاك الآن يكفيك في المستقبل ولو ما كانش فيه مستقبل ما فيش داعي تشغل نفسك بحاجة مش هتحصل عشان هتموت وتستريح فاهمت بقى ازاي وبالتالي ما فيش داعي انك انت تخون ربك انه هيجوعك وهو خلق لك فم اللي خلق لك فم هيشبعك اطمئن عارف انت الحوت يفتح بقه كده الحوت في البحر يفتح بقه واجبته ايه؟ طن يا عم مش رغيف عيش وكوبايت شاي ده بيفتح بقه كده طن وروح قافل طب هو بقى اللي اللي جمع الطن ده ونزل اشتراه ورباه وعمل ربنام ربهم ده هو يفتح بقه وكده وبعدين مش حوت واحد ده الحيتان اللي موجودة في المحيطات اعداد لا يعلم مدها الا الله واحجام اكتر من السفن العملاقة وكل دول عايشين وشبعانين بقى اللي اللي اكل الحوت اطنان مش هاكلك رغيف لما تجوع لكن انت مشكلتك ابن قادم انك انت مش عايز رغيف انت كل حاجة اديها لك كده بس انا عايزهم اتنين ولو اديك اتنين انت بخليهم تلاتة ولو جالك اديها لك طعمية كل يوم طعمية انا عايز انوع نوع لك شوية لا انا عايز حاجة حرشة يجاب لك حاجة حرشة لا انا عايز حاجة حلوة يجاب لك حاجة حلوة يقول لك ايه لا انا عايز حاجة ايه يعني مش عارف انا عايز ايه درجة من كتر يجوعه وبطره يقول لك انا حسس ان اعايز اكل حاجة بس مش عارف ايه هي مش بتحصل حاجة ايه دواب الارض ما تعملش كده دواب الارض اللي يدهولها راضي ومبسوط بيه فرحان فهمت فانت طالما انت بتسعى في الارض ومش بتطلب من الله رزق معين لكن بتستقبل اللي يدهه لك تاخده فرحة فهمت بقى هتلاقي نفسك عايش مش حاب ما عندكش ههم الخلق وبعدين الخلق تحمل اتخاف من الخلق ليه واخد بقى لك وانت عارف ان الخلق تراب ماشيين فوق تراب وانه لا حول ولا قوة الا بالله ولو اجتمع الانس والجن عشان ينفعوك او يضروك يعني مش هنفعوه الا بقدر الله او يضروك بقدر الله يبقى خلاص دع عنك الخوف ودع عنك الهم فاذا دعت يعني تخلصت من الهم جاءت الهمة في العبادة فهمت بقى واذا دع عنك الخوف ايه تحرس على ما ينفعك ولا تعجز وما فيش عندك بقى يأس بقى فهمت ادي كل الحكاية فانت لو تخلصت من هم الرزق وخوف الخلق بقيت والي من اولياء الله فهمت بقى يعني عارف سر الولاية اللي الاولياء بيبوا اولياء لله انه هم ما عندهمش هم الرزق ولا خوف الخلق فانطلقوا في عبادة مولاهم فتولاهم الله فصاروا اولياء لكن انت مكبل يا مسكين بالهموم ومكبل يا مسكين بالمخاوف فنسأل الله ان يطلقنا من هذه الزنازن الوهمية وان يطلقنا في فضاء تنزيه التوكل على الله والثقة فيما عند الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة